السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ريهان من قناة ريموبينكي النهاردة احنا هنعمل مع بعض اه وصفة جديدة اه هنعمل مع بعض ايه اه معانا هنا اتنين اه مخ اه بتوع خروف مش بقري اتنين مخ خروف شوية لها تمام اه اول حاجة كده هنعملها ايه مع المخ ده هتعمل معه ازاي اول حاجة هنجيب شوية خلب تمام هنجيب بقى كده شوية خلب كده معلقة كبيرة يعني ومية متكونش سخنة متكونش سخنة قوي برده وهننقعو فيها شوية حوالي ربع ساعة وعشر دقيق كده بالكتير ننقعو في المية والخل دي وبعدين نشوف هنتعمل معه ازاي بقى كده في حلة عنار هنفضي كده في الحلة شوية مية انا فضيت كده في الحلة شوية مية معي هنا بقى بصلية مقطعها كده اه اربعة ومعايا قرنفلفل برده ومعايا التوابل هنا ايه ارفة وقرنفل وتوابل كده بتقى موجودة في علبة البرياني تمام وهنحط ملح كده وفلفل اصمر بس كده دي التوابل بتاعتي خلاص هنسب بقى دلوقتي المية دي تغلى اول ما تغلى كده على طول هننزل فيها المخ يدوب يخضله عشر دقيق ربع ساعة بعد ما المية تغلي على طول تمام نسيبه كده المية تغلى والبناية تنقع في المية والخل وبعدا نشوف احنا هنعمل ايه كده المية غلت معانا هنعمل ايه هنزل بقى فيها المخ بس كده نتعامل كده مع المخ بالراحة لانه طري جدا هنسيبه كده في المية دي ربع ساعة وبعدا نخرجه كده انا طفت عليه هنطلعه بقى بس هنطلعه في مية مية متلجة ينفعش مية عادية اهو عشان نوقف عملية التسوير بتاعته تمام وطبعا ريئ جدا يعني التعام الماء يبقى بحرس كده خلاص كده خلاص كده خلاص كده نسيبه بقى في المياه من الليقات شوية هو تمام متقطع لواحده هو مش محتاجه اقطعه. تمام معنا هنا هي بقى. انا معي هنا دقيق. تمام? ومعي زبادي. اهى. ومعي هنا بقسمات على دقيق. خلاص. ومعي هنا التوابل ملح وفلفل اصمر. وجن زبيل. دي التوابل بتاعتنا بس. ومعي هنا مية بصل. انا عملت بصلة. صفيت التفل الواحده. اهو. وسبت المية الواحدة. انا محتاجة بس مية البصل. تمام? هنعمل ايه دلوقتي? هنضيف على مية البصل دي. زبادي. مع الا اكرة كبيرة من الزبادي. خلاص كده. عايزة بقى تحط عليه بيض براحتك. لابش ماشكلة. خلاص كده. وفلفل اصمر. تمام. وملح. هذا بسيطة خالص. وجنزة بيض. طبعا ايه الكمية قليلة لان البخ صغير اصلا. فش عاملة كمية كبيرة. على قد الموجود اعملت الكمية. تمام? هفضي بس لكده المكان عشان عارف اشتغل. الحاجة بقى كده احنا هنعملها. هنجيب كده المخ. بحطه هنا بقى. بعد بس بنا كده شوية في المية السقعة. لو عملتي بالبيض برضو عادي ما فيش مشكلة. فيه ناس بتحب تحطها على التدبيلة بتاعت البنية زبادي او لبن او بيت اللي متوفرة عندك حطيه. تمام كده. نقليه بقى في التدبيلة دي. هو طبعا واخد بقى من رحة الفلفل والبصل. اللي كان بيستوى فيها عادي يعني. خلاص. بعدين بقى بعد ما نسيبه هنا كده. خلاص كده انا طلعته بقى من هنا هحطه فيه. هطلع كده واحدة. اهو احطها في الدقيق. اهو. وبعد دقيق هنزلها تاني في التدبيلة. فيه ناس بتعملها ان يطلعه على طول من الماء على الدقيق. وبعدين اهو احطه في التدبيلة. وبعدين البقسمات. بس انا بحب كده. اه انا كده طلعته حطته في التدبيلة. بعدين حطته في الدقيق. بعدين حطته تاني في التدبيلة. عشان يبقى فيه طبقة جمدة. وبعدين هحطه في البقسمات. تمام. لما طلعته بقى وسبتيه على في الماء التل جمسك نفسه هو. شوية. اول ما طلع اه طلع كان كان بيتفرفت كده. خلاص. كده بقى. تمام? هده اول واحدة. تاني واحدة بقى. فطلعها بقى احطها هنا في الدقيق. تمام. وبعد دقيقة ارجحها تاني. ممكن تسهل على نفسك عادي لو عايزك تطلعي في الدقيقة على طول بعدين على التدبيلة وبعدين البقسمات عادي. انا بقى عمد ارتدى البني دايما. سواء بقى مخ سواء اه بني فرار اي حاجة. تمام? خلاص كده. اهو. نفس الطريقة دي بقى هكمل الباقي وارجع لكم. انا عملتهم كلهم اهو. تمام? تاني حاجة بقى هنعملها ايه? معنا طاصة ده. انا شغلت البتوجاز هحط فيها زيت عشان بقى نهجيه. اهو. لازم ان الزيت يكون سخنة جدا. ما ينفعش تحط اي حاجة في البناء. ان سواء بني فراخ او اي حاجة. والزيت يكون بارد او دافي. لازم ان تسخن. وبعد انت بيتهدي النار بقى بعد كده عادي. تمام? هسواء بقى كده يسخن. بعد ان نشوف هنعمل ايه? كده يا جماعة زيت سخن. ننزل في بقى البناء. بسم الله. يعني يكون العالية قوي ولا وطي او متوسط. تمام خلاص كده دفتو بالنية اهو لو حد سألني ليه البقصمات اصفر قوي كده ده مش بقصمات ده انا جيت ادور عندي بلقيتش البقصمات لقيته خلطان ولقيت برضو العيش مش هينفع لان انا عندي شباتي مش عيش فقمت جايبا كورنفلكس وقمت فارما طحنا كده وكورنفلكس اصفر فهو اللي عامل اللون الحلو ده تمام طبعا بقى احنا هنعمل النهار ده مع البني ده مكارونا معروفة البني معه مكارونا ما هدي بقى النار كده خدت لون حلو ها ما هدي النار بقى هو طبعا مستوي جدا لان المخ يعني ما بياخدش وقت كبير في استوى بطرع جدا هاتوه بقى لما يستوي يعني ياخد لون كده ويبقى شكله حال وورهوكم ان شاء الله في الاخر كده اللي بنجهز معنا نشوفه بقى حلوة لوحش اهو 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 جميل اهو وطعمه حلوة جدا لازق ازاي جربوه ان شاء الله يعجبكم اشتركوا في القناة وتفعلوا بجرد عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته